السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب الثانوية العامة دفعة 2021 أهلا بيكم مراجعة جديدة من مراجعات اللغة العربية يقدمها لكم محمد شادي من موقعنا اليوم السابع طبعا النهاردة يا حبيبي معانا فرع مهم جدا جدا من فروع اللغة العربية هو فرع البلاغة فرع البلاغة نبقل على المهم لأنه يعتبر فرعين مش فرع واحد أول شيء البلاغة فرع مستقل لها أسئلة خاصة به تاني شيء البلاغة كفرع بيستخدم في إجابة النصوص المتحررة يعني عشان تعرف تجاوب نصوص متحررة مطلوب منك أنك تكون متقن ومجيد لفرع البلاغة طيب البلاغة هنبدأ مراجعة سريعة لها نبص على الشاشة مع بعض البلاغة عندنا هنبدأ من الأول خالص من التعبير الحقيقي والتعبير المجازي طبعا التعبير الحقيقي إن الأديب والكاتب بيستخدم الكلمة في معناها الحقيقي يعني يستخدم الكلمة في معناها الحقيقي يعني مثلا كلمة قمر معناها إيه؟ معناها نجم موجود في السماء خلاص؟ لكن لما أقول الفتاة قمر كده الفتاة بقت معناها جميلة يبقى أنا استخدمت كلمة قمر مش بمعنى الجمال يبقى الأولاني كلمة قمر بمعنى القمر ده تعبير حقيقي أما كلمة قمر بمعنى الجمال ده اسمه تعبير مجازي تعبير حقيقي بيعبر عن حقيقة منطقية ولكن التعبير المجازي تعبير خيالي جدا والأديب بيلجأ للتعبير المجازي ليه؟ علشان يؤثر في نفس السامع لاحظ كده في المثال اللي عندك بقول فرحة الطالب بنتيجته طيب ده كلام حقيقي فرحة يعني فرحة الطالب يعني أقصد الطالب موصدش حاجة تانية بنتيجته ده كلام طبيعي وواقعي وحقيقة لكن لما أقول طار الطالب بفرحة نجاحه طيب هل الطالب بيطير؟ كده أنا تخيلت الطالب كطائر ياسم تعبير مجازي ولذلك البلاغة معظمها تعبيرات مجازية علوم البلاغة تنقسم إلى علم البيان وده التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز اللي هي الألوان البيانية أو الصور البيانية علم المعاني وده اللي فيه التقديم والتأخير والالتفات والخبر والإنشاء والتخصيص والقصر إلى غير ذلك علم البديع وده اللي فيه السجع والتورية والجناس والمقابلة وحسن التقسيم وعندك التصريع والإزدواج نبدأ بالله تعالى سبحانه وتعالى مع بعض كده التشبيه التشبيه جماعة أنا بشبه حكيم ببعض زي مثلا لو قلت مثلا محمد كالأسد أو محمد كالجبل أو الفتاة كالقمر أنا طبعا شبيهت الفتاة بالقمر أو محمد بالقمر طيب فين أركان التشبيه؟ محمد ده المشبه يرن مين بالقمر ده المشبه به بيبع عندي حاجة اسمها اداة التشبيه اداة التشبيه دي الرابط ما بين المشبه و المشبه به يعني انا قلت الفتاة مثل القمر كده مثل رابطت ما بين الفتاة و القمر كده دي رابط فهي اداة طب قلت الفتاة كالقمر كده الكاف رابط لكن في حاجة اسمها وجه الشبه وجه الشبه انا بشبه اتنين ببعض يبقى اكيد فيهم حاجة مشتركة من بعض الشيء المشترك ده هو وجه الشبه يعني أنا قلت الفتاة كالقمر في جمالها الجمال مشترك موجود عند الفتاة وموجود عند القمر صفة مشتركة بينهما عشان كده كلمة الجمال دي هي وجه الشبه طيب عندي مثال اهو الجندي كالاسد في شجاعته الجندي مشبه والكاف اداة التشبيه طيب الاسد مشبه به في الشجاعة الصفة المشتركة بين الجندي والاسد الشجاعة ولذلك هي وجه الشبه طيب نبدأ في انواع التشبيه مع بعض حبيبي كده نتابع اه 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 بعد كده انواع التشبيه طيب انواع التشبيه زي ما احنا شايفين على الشاشة عندي تشبيه مفصل يعني مفصل يعني موجود فيه اربع حاجات موجود فيه المشبه والمشبه به وادات التشبيه ووجه الشبه لو نقولت اه الجندي ده مشبه مثل الأسد أو كالأسد أدي الأسد مشبه به والكاف الأداء والشجاعة وجه الشبه ده التشبيه المفصل طيب التشبيه المجمل بيحزف واحدة من الأربعة إما بيحزف الأداء أو بيحزف وجه الشبه لكن لا يمكن يحزف المشبه أو المشبه به لأن لو حذف المشبه أو المشبه به ما بيبقاش تشبيه يا جماعة لو حذف المشبه أو المشبه به ما بيبقاش تشبيه بيبقى استعارة طيب يبقى التشبيه أساسي فيه مشبه ومشبه به هو كده بيقدم عندك مشبه ومشبه به وبعد كده بيسيب لك إما الأداء أو وجه الشبه عشان كده بيتسميه تشبيه مجمل يعني أنا لو قلت الجنديو أسد شلت الأداء بس سيبت فيه شجاعته كده مجمل طيب قلت الجنديو مشبه كالأسد سيبت الأداء وحزفت وجه الشبه كده برضو مجمل طيب عندنا بعد كده تشبيه اسمه تشبيه تمثيلي والتشبيه تمثيلي هو تشبيه بين حكتين يعني بيكون بين جملتين بشبه حالة بحالة حركة بحركة جملة بجملة زي مثلا لو أنا قلت في التشبيه التمثيلي مثل الذين كفروا شوف ربنا بيقولي مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد أعمالهم كرماد اشتدت به الريح أقولك فين التشبيه تقولي ربنا شبه الذين كفروا بالرماد أقولك لا ربنا شبه حالة الكفار شبه الله سبحانه وتعالى حالة الكفار بحالة الرماد هدي مثال من عندي تاني لو تكتبوا ورايا في الكراسة بتاعتك لو أنا قلت الفتاة وهي تمشي دي جملة الجملة التانية كالغزال وهو يسير أنا ما شبهت الفتاة بغزال أنا بشبه حالة الفتاة الفتاة وهي تمشي دي حالتها كالغزال وهو يسير كحالة الغزال إذن التشبيه التمثيلي بين جملتين بشبه حالة بحالة جملة بجملة طيب عندي تشبيه تاني اسمه التشبيه الضبني وده يفهم من المضمون يعني من المعنى زي مثلا اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله فيمنى من الكلام إن الحسود إن صبرت عليه خلاص الحسد هيأكل قلبه زي ما النار بتأكل الحطب طيب عندي تشبيه تاني اسمه تشبيه بليغ والتشبيه البليغ بيكون موجود في المشبه والمشبه به فقط لا موجود أداة ولا موجود وجه شبه لو أنا قلت الجندية أسد كده تشبيه بليغ تابع مع بعض تاني أنواع الاستعارة على الشاشة مع بعض عندنا الاستعارة هي عبارة عن إيه؟ هي تشبيه برضو يعني بيشبه حكتين ببعض بس الفرق إن التشبيه موجود فيه المشبه والمشبه به لكن الاستعارة بيحذف إما المشبه أو المشبه به ولذلك مكتوب عندك في الخانة اللي قدامك استعارة المكنية هي تشبيه حذف المشبه به ورمز له بشيء من صفاته يعني أنت لو شلت مشبه أو مشبه به لازم تترك شيء مكانه طيب لو أنا قلت جنودنا يفترسون الأعداء النهر يتألم جنودنا يفترسون الافتراس من خصائص الحيوانات المتوحشة فإن شبهت الجنود ولو حطيت على الجنود رقم واحد بدل مشبه شبهتهم بإيه؟ بكائنات قوية أو بحيوان مفترس أو بأسد طب هو فين يا مستر الحيوان أو الأسد مش موجود اللي موجود كلمة يفترسون يبقى هنا شبه الجنود بأسد والأسد مش موجود فعشان كده استعارة تحتها النهر يتألم مما يلقى فيه مثلا طب النهر شبه النهر التألم ده من خصاص الكائنات الحية يبقى أنا شبهت النهر بكائن حي طب فين الكائن الحي مش موجود؟ موجود صفة من صفاته عشان كده استعارة مكنية أما الاستعارة التصرحية فهي تشبه برضو ولكن بيحزف خلاص المشبه وبيترك المشبه به لازم ربنا بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا شوف حبل الله شبه دين الله وده شبه دين الله يعني دين الله ده مشبه بالحبل والحبل ده المشبه به فحذف المشبه وترك المشبه به طبعا ودل علي في استعارة تصرحية أما الاستعارة التمثيلية بتكون غالبا في الأمثال لما نشبه موقف جيد طبعا لو بيبقى مضرب المثل بموقف تاني آخر زي كيف أعاودك وهذا أثر فأسك هنا استعارة تمثيلية موجودة في هذا المثل طيب أثر الاستعارة إما تكسيم لو بيشبه شيء معنوي بجسم أو تشخيص لو بيشبه شيء بشخص أو توضيح لو شيء معنوي بمعنوي أو مادي بمادي نخش على حاجة تالتة اسمها الكناية والكناية هي جملة أنا بفهم منها معنى محدد أنا آسف في المثال لها أقوله دلوقتي لو أنا قلت مثلا ياريت الناس خلا بقالها معايا كويس جدا في اللي أنا أقوله دلوقتي لو أنا قلت مثلا بالبلد كده أنا عفرية الدنيا بتتنطط في وشي شوفوا الجملة دي عفرية الدنيا بتتنطط في وشي طب لما قولي المثل دا اللي قدامي فيهم مني إيه فيهم أن أنا متدايق شاطئ أنا عفرية الدنيا بتتنطط في وشي عايز اقول لك انا متضايق عايز اقول لك انا متعصب فبدال ما قولها لك مباشر جبتها لك في جملة هي دي الكناية لو انا قلت لك مثلا الفتاة احمر رواتشوها عايز اقول لك البيت تكسفت بس انا ما قلت لهاكش مباشر اذا ما معنى الكناية الكناية هي جملة بيت من الشعر تعبير من التعبيرات بمجرد ما اراه او اسمعه بفهم معنى مقصود بيقصده الكاتب او القائل زي ما انا قلت لك كده مثلا نادي القرن هتقول للنادي الاهلي اهو انا ما قلتش نادي الاهلي لو انا قلت مثلا يا ابناء النيل الله مين دول اول ما قلها الجملة دي دول المصريين لو انا قلت بوناتو الاهرام مين دول المصريين او الفراعنة لو انا قلت بلد الالف مئذنة مين دي مصر لو انا قلت بلد الحرمين عرفت كده ان انا بتكلم عن السعودية اذا يا جماعة الكناية هي جملة نفهم منها معنى او تعبير او بيت شعر اذا اي جملة تفهم منها معنى مقصود اذا هي عبارة عن كناية مثلا الشعر بيقول ايه سألتك يا صخرة الملتقى متى يجمع الدهر ما فرقى الله الشعر بقول سألتك يا صخرة امتى قابل حبيبتي لما تسمع واحد بيكلم بالطريقة دي هتقول لي ايه ده الراجل ده مشتاء كناية عن الاشتياق طيب عن طرق يقول لك ايه بقى معلش انا صوت اتعبني من الشرح فالاداء بتاع النص مش يبقى قوي انا عن طرق بيقول لك ايه بقى بيقول لك خلقت من الحديد اشد قلبا وقد فني الحديد وما فنيته الله خلقت من الحديد اشد قلب ده الراجل ده شجاع انا فهمت كده ان انت شجاع لا واحد يقول لي فهمت ان هو قوي هي دي الكناية الشاعر بتقول لي بقى اعيني يا جودا ولا تجمدا الا تبكياني لصخر النادى الا تبكياني الجريء الجميل الا تبكياني الفتى السيدة الله 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 تبكيان 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 فهمتي من الكلام ده ان هي ايه حزينة اذا الكناية هي جملة او تعبير يقصد به الشاعر معنى مقصود وعندي الكناية تلات انواع نبص مع بعض كده على الشاشة نشوف عندي كناية عن صفة وعندي كناية عن موصوف وعندي كناية عن نسبة تعال شوف كناية الصفة انا بفهم صفة معينة زي لو قلت لك الفتاة تحمره واتشوها كناية عن ايه كناية عن خجل فالخجلة صفة واذا بشر احدهم بالانثاء ظل وجهه مسودا وهو كظيم الله كناية عن الضيق فالضيق ده صفة وكناية عن الحزن محمد بابه مفتوح ده كرم يا جماعة طب الكناية عن موصوف زي ما قلت لك يا ابناء منين دول مصريين فكناية عن الموصوف ننتقل الى شيء تاني سر جمال الكناية طبعا الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل نشوف مع بعض كده حاجة تانية المجاز المرسل المجاز المرسل هو لفظ مستعمل في غير موضع له طب معلش معايا كده هنا بالبلد يعفهمك المجاز الاول نبسط الامور علشان حبيبي اللي قاعدين يفهمه خلي بالكم معايا يعني مجاز مرسل بالبلد مع بعض كده الشعر بيقول كلمة هو قال الكلمة دي بس قصد بها كلمة تاني مش قصد معنى لا لا ركز يا حبيبي انا بقول قصد كلمة مش معنى اه طب اديني مثال انا اسف في اللي اقوله انا بحبه الشرح الواقع فكرة جماعة البلاغة دي موجودة في حياتنا احنا كلنا بنعمل كنايات وكلنا بنعمل مجاز وكلنا في البيت واحنا بديتكلمه في الشارع بنعمل تشبهات واستعارات وهديك قدلة انا قلتلك دوات الكناية اجيب لك دليل انت بتخش على ماما في البيت بتقول لي ايه يا ماما انا عصافير بطني بتصوصو حضاك بتقولي التعبير ده طب يعني يا عصافير بطني بتصوصو هي فهمت ان انت ايه اه جعان ما دي كناية يبقى احنا بتستخدم البلاغة في حياتنا عشان كده عايز اعلمك الكناية جد وعلمك المجاز بجد وعلمك البلاغة بجد طب بصي معايا في المجاز المرسل هو انا يا مستر باستخدم المجاز المرسل في حياتي اه طبعا انت واحد عربي بتكلمه عربية طب خد معايا المسل بالبلدة بيقولك بقى انا اسف لو دخل واحد عندكو كده المنطقة وعمل نفسه جامد يعني فيجي يقولك ايه يا منطقة لو فيكو شنب يخرج لي ايه ده ايه ده قال ايه لو فيكو شنب انت وافي البلكونة سامعه بيقولك لو فيكو ايه شنب كلمة شنب اللي انت سمعتها انت فهمت منها ايه يقصد ايه بشنب يقصد راجل يعني لو فيه راجل يخرج لي اذا قال كلمة شنب وقصد كلمة رجل الكلمتين الكلمة قصد كلمة ما قصدش معاني الكلمة قصد كلمة بشرط ما يكونش بينهم تشبيه هو ده المجاز المرسل ولذلك انا ممكن اجيب مجاز مرسل مثلا من القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم في سورة سيدنا نوح طبعا اقولك بقى وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ اه بص معايا على الشاشة كده يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ هو اللي بيسد ودانه بيحط صوابعه لا ربنا قال صوابع بس يقصد جزء صوابع واحد فدي كناية وطالما اصد الجزء بكناية الالاقة جزئية طيب بيقول برضو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ هو انت تحرر رقبة واللي قال كلمة رقبة وانت فهمت يقص التحرير للعبد كله وده برضو كناية فأسف وده برضو مجاز ولكن مجاز مرسل الالاقة بتاعته برضو جزئية لأن الرقبة جزء في الإنسان خلاص عندي حاجات كتيرة زي تاني زي الآية اللي جاية واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية القرية هو ناس القرية ولا اسأل الناس يبقى القرية وقصد ايه ناس والقرية هي المكان فالعلاقة مكانية طب تعالي معايا القرية هي المحل فالعلاقة محلية لا والله القرية هي سبب فالعلاقة حسب الكلمة اللي بتتقال تعرف نوع العلاقة يعني لو قال السبب يبقى العلاقة سببية قال الجزء العلاقة جزئية قال الكل العلاقة كلية هالحاجة تحصل باعتبار ما سيكون هالحاجة حصلت باعتبار ما كان يعني حسب الشيء الذي يقال والكلمة تحديدها ايه طيب عندك مثلا ربنا بيقول ففي رحمة الله يوم خالدون طبعا الرحمة دي قصد بها الجنة خلاص وهكذا يبقى اذا احنا عندنا المجاز المرسل له علاقات كتير بنفهمها من خلال المعنى طيب عندنا من ضمن العلاقات مسببة وسببية وسيكون الكلام ده كله نحددها من خلال الكلمة اللي احنا بنعرفها مثال بسيط اخير كده بيقول ربنا سبحانه تعالى في الصورة سيدنا يوسف اني اراني اعصر خمرا هو الخمر بيعصر لا خالص اللي بيعصر ده العنب اللي بيعمل خمر يبقى اعتبار ما سيكون ننتقل الى حاجة تانية هي المحسنات البديعية سريعا ومنها قدامنا على الشاشة السجع والسجع يا جماعة هو او نبدأ مع بعض كده في الاول المحسنات الطباق نبدأ بالطباق الاول والطباق هو كلمتين متضدطين يعني الكلمة وعكسها زي مثلا نهار وليل حب وكره ده اسمه طباق ولكنه طباق نوعه طباق ايجاب طب لو جاب الكلمة والنفي بتاعها اسمه طباق سلب زي كلمة حب لا حب طيب عندي تانية حاجة المقابلة تحت الطباق قدامك رقم اثنين او على الشاشة المقابلة والمقابلة بيبقى تضد برضو بس بين جملتين بيكون بين جملتين زي ما ربنا ما بيقول فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا انتا نلاحظ اكسبها تماما عندي بعد المقابلة فيه تورية والتورية تبقى كلمة لها معنيان فيه معنى قريب ومعنى بعيد زي يقولك مثلا اكره الجبن واحد فيه من كلمة الجبن يعني خوف ان انا جبان واحد فيه من الجبن اللي هو الجبن اللي احنا بدأ كلها شربت الليمونة بعد العصر واحد قال لي الله كلمة العصر دي يعني صلاة العصر ولا شربت الليمون بعد العصر بعد ما تعصر يبقى انا عندي كلمة العصر لها معنيين هي دي التورية عندي مضمن المحسنات الموجودة محسنات اللفظية طبعا السجع والسجع ده موجود في النثر وبيبقى عبارة عن كلمتين ممكن تبصوا معايا كده دقيقة اعملكوا عمليا السجع ده بيبقى جايز ازاي انت بتشوف الامام على المنبر هو بيخطب تلاقيه الامام المتمكن اللي فاهم كويس جدا اللي انا بقوله ده تلاقي بيعمل الطرقة دي تخيل لنا اقوله ده كل جملة انتهى بحرف الحمد لله رب العالمين لاحظ نون والصلاة والسلام على اشرف المرسلين الجملة التانية انتهى بنون هو ده السجع هو بنت ابن بس استاذه لك لا بحرف كتيرة اي حرف ولكن انا اقصد حاجة معينة هغيره شوف اللهم صلي على نبينا محمد ما اتصلت عين بنظر وما وعت اذن بخبر وما صلى عليه بشر الله تلت جمل كل واحد انتهت بحرف الرأي اذا ده ايه ده اسمه ساجع موجود في النثر فقط طيب ايها الناس انه من عاش مات انه من عاش مات ومن مات فات احسن وكل ما هو ات ات ليل داج نهار ساج سماء ذات ابراج ان في السماء لا عبارة وان في الارض لا خبراء انا متقام صدور الامام شوية او الخطيب عشان اوصل لك ان الرجل ده بيعمل ساجع جذاب اذا الساجع جملة انتهت بحرف الجملة اللي بعدها نفس الحرف طب نبص على الشاشة كده نشوف مع بعض الساجع تاني في مثال مكتوب عندنا مكتوب عندك في الساجع قدامك اللهم اعطي منفقا خالفا انتهت بالف واعطي ممسكا تلافا انتهت برضو بيه بالف اما الازدواج فهو موجود في النسر وهو توافق جملتين في التوازن زي مثلا لو احنا قلنا سريعا كده اصل كل ده مصدر كل شر الجملة دي ادو جملة دي في التوازن بتاعنا معلش يا جماعة وقت الحلقة بيجري مننا فاحنا لازم نكون نصرع شوية نبص مع بعض في الجناس الجناس كلمتين شبه بعض في نفس الحروف وترتبهم لكن لازم يختلفان في المعنى لازم وطبعا بيبقى موجود عندنا في الشعر وفي النسر وهو جناس تام وجناس ناقص يعني ربنا بيقول في القرآن يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كلمة ساعة نفس الحروف لكن المعنى مختلف خلاص طبعا اما اذا اختلف في حرف يبقى كده جناس غير تام او ناقص زي صحائف وصفائح طيب حسن التقسيم موجود في الشعر فقط وهو تقسيم البيت الى يقرأ على ثلاث جمل او اربع جمل او اكتر زي المثال اللي عندك الشعر بيقول متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي قرأت البيت على ثلاث جمل اذا او حسن تقسيم اما التصريع وده اتفاق شطري البيت في الحرف الواحد تلاقي البيت الاولاني الحرف الاخير في الشطر الاول زي الحرف الاخير في الشطر التاني لاحظ كده السيفو اصدقوا انباء من الكتب انتهت بباق في حده الحد بين الجد واللعب انتهت بباق بردو علم الايجاز هو الايجاز عن طريق القصر او القصر ونشوف مع بعض كده في صفحة تانية زي مثلا قوله تعالى ولكم في الحياة ولكم اسف في القصاص يا حياة يا اولي الالباب هنا في ايجاز بالحسف طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اوتيت جوامع الكلم محذوف كلام وقد يكون الحسف كلمة او جملة حسف مبتدأ زي الجد واللي عندك كده زي عربية يا قدس هو المفروض يقول انت عربية حسف مبتدأ حسف الخبر زي كلمة لا شك المفروض يقول لك لا شك في ذلك حسف الفاعل حسف المفعول حسف صفة اي حسف عندي ده اسمه ايجاز عن طريق الحسف وقد تحزف جملة كاملة سيقولك كل يا ابني تقولي كلت ما قلتش كلتي فرطول اكلت فاكهة وما وكان ده كل اما الاطناب عكس الايجاز وهو زيادة المعنى وزيادة المعنى عندك في الجدول اللي قدامك عن طريق واحد التكرار او ذكر العام بعض الخاص او التزييل التزييل تا ذال يه يه لام والتزييل انه بيجيب جملة بعد ما انتهى المعنى نفس المعنى اللي فات زي قل جاء الحق وزهق الباطل خلاص كده المعنى تم ان الباطل كان زهوقة تتابع لهذه الجملة وفيه عن طريق الاعتراض الجملة الاعتراضية وعن طريق التعليل ان الجملة تكون تعليل المقابلها ده اسمه اطناب والتفسير تفصيل بعد الاجمال وده شرحناه في حلقات سابقة لا داع الذكر الوقت بيجيب بتاع الحلقة بتاعتنا الاجمال بعد التفصيل ذكره العام بعض الخاص والتراضف الى غير ذلك اما بالنسبة للأساليب نشوف مع بعض على الشاشة كده ونقلب عندنا الاساليب في اساليب خبرية واساليب انشائية والاسلوب الخبري هو الذي يفيد الاخبار عن شيء معين يحتمل الصدق او الكذب اما الانشائي لا يحتمل الصدق او الكذب والانشائي هو امر ونداء تمني واستفهام او رجاء ومن قبيل ذلك طيب نقلب مع بعض كده جماعة في الصفحة ونشوف عندنا في الجدول اللي جاي التوكيد بعد كده التوكيد لأدوات كتيرة جدا التوكيد منه ان وان قد لام القسم وعندك ان ولام الابتداء على الاستفتاحية حروف الجر الزائدة نون التوكيد لام التوكيد عندك المفعول المطلق النفي ياريت نكتبها يفيد التوكيد وعندك الفظ التوكيد المعنوي وبعض الكلمات كل دي توكيدات يا جماعة اما بعد كده بالنسبة للسلوب القصر في صفحة تانية السلوب القصر عندنا لوسائل كتيرة جدا او الوسيلة قدامك في السلوب القصر عن طريق النفي والاستثناء يجيب اداة نفي معداد استثناء في جملة واحدة القصر عن طريق النمى القصر عن طريق العطف ببل ولا ولكن التقديم والتأخير ده السلوب القصر تعريف المبتدأ والخبر خلاص طبعا في كتير من اغراض الاساليب تحملها الاساليب لكن احنا عندنا وقت الحلقة زي ما قلت لكم معلش بيجري شوية عايز اقول حاجة اخيرة عندنا ممكن الناس كده تخلي بالا معايا هنا دي كلها يعتبر بلاغة يا جماعة بلاغة سنة ثانية سنة أو لها وتانية سنة أما بلاغة ثالثة سنة فها تتلخص في القاتيا التجربة الشعرية والتجربة الشعرية هي الأبيات اللي بيكتبها الشعر هي دي تجربة الشعرية تجربة الشعرية تكون من ثلاث حاجات تتكون من فكر ووجدان يعني مشاعر وصورة تعبيرية على فكرة يا جماعة التجربة الشعرية الكويسة الجيدة والشعر الجيد هو اللي دايما يمزج بين فكره وبين وجدانه الاثنين مع بعض ليبقى الفكر طاغي على المشاعر تبقى التجربة هنا جفة لو قالك ما الحكم على هذه التجربة غلب الفكر الوجدان زي ما عندي جماعة الديوان ده كده تجربة جفة ولا الوجدان يغلب على الفكر في حسن الساب عاطفي إذن التجربة النجاح الكويسة يبقى الفكر مع مين؟ الوجدان يمتزج الفكر بالوجدان لأن الوجدان يعطي التجربة حيوية وذاتية والفكر يعطيها دقة ويمنع انسياب العاطفة عندي بعد كده عنصر الموسيقى والموسيقى نوعان موسيقى خارجية تتمثل في الوزن والقافية وبعض المحسنات زي التصريع مثلا أو حسن التقسيم وموسيقى داخلية تنبع من تلاؤم الكلمات والألفاظ مع الفكر والوجدان ومن تناغم الحروف مع الكلمات المكتوبة عندي بعد كده الخيالي الكلي والخيالي الجزئي خيالي الجزئي اللي هو التشبيه والاستعارة والكنية والمجاز أما الخيالي الكلي فهو عبارة عن أن الأبيات فيها كلمات تدل على الصوت وعلى اللون وعلى الحركة الشاعر بيرسم صورة جميلة من خلال هذه الكلمات ثم عندي بعد ذلك الوحدة العضوية والوحدة العضوية عندي هي وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي ووحدة الأفكار خلاص دول إذا كانت القصيدة موضوع واحد جو نفس واحد فكرة واحدة زي ما أنت شايفين على الشاشة إذن دي اسمها إيه؟ وحدة موضوعية طيب اتكلمنا عن الأبيات والقصيدة والموسيقى لكن كده نبقى استوفينا معظم أجزاء البلاغة المهمة اللي ممكن تيجي في الامتحان معلش وقت الحلقة بتاعتنا بيجري جدا أشوفكم إن شاء الله في مراجعة تانية مهمة من مراجعات ليالي الامتحان انتظروا إن شاء الله رب العالمين توقعاتنا وانتظروا اللمسات والمعلومات والأفكار الجديدة إن شاء الله أشوفكم على خير ويا رب في نهاية الحلقة بتاعتنا يا رب يا رب يوفق كل طالب يا رب ويفرح كل أم وكل أب ويا رب يوفقكم جميعا اتحايا وإحلامكم أسأل الله لكم ذلك لكم مني التحية والسلام والمحبة كان معكم محمد شادي من اليوم السابع السلام الله عليكم ورحمتكم ورحمته